في كثير ما حضروا لعرسهم عزبال عمل رأيتك أنه يوم عرسي وكنت متخوفة لأنه ما حضرت شيء للعرض ذهبت للحلاقة للصالون يعني عملت لي صبغة للشعر وكانت تقول عادي في كثير ما حضروا لعرسها لا تظهر للناس اللي حولك أنك مضايقة إذا تأخر فيك الزواج إذا تأخر فيك أنك تلاقي ابن الحلال لا تخلي الناس يكتشفوا ذلك الصبغة هنا إخفاء عيب أو إظهار حسن فلا تخلي الناس اللي حولك يعرفون أنه أنت إنسانة مضايقة أو حزينة أو تنتظر الشيء خليك دائما ذقنك فوق مرفوع للسماء عينك تحضن الغيوم امشي خطواتك على روس النجوم وإن شاء الله يجيك ابن الحلال اللي يسعدك وتسعدينه بإذن الله سبحانه وتعالى